السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام فيكم يا شباب كيفكم واخباركم إن شاء الله بخير مقطع جديد أنداون المقطع الثالث للقصة والتعليم أو خبركم كيف تسوون مهمات تبعي تلصة قبل ما نبدأ المقطع يا شباب ياريت تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتشاركوا وطبعا لو عندكم أي أسئلة أي استفسارات فيكم تحطوا ليها في التعليقات أو فيكم تدخلوا على الدسكورد موجود تقريبا 5000 لاعب فيكم تفوتوا على الدسكورد رابط موجود بالوصف طبعا هلا أنا حاوريكم ساويت لكم مقطعين قبل على الستوري بالشابتر 1 المجموعة الأولى والثانية وهلا حاق لكم المجموعة الثالثة اللي هي Go Repair My Home State خلصناها هلا سنروح على Go Repair طبعا Go Repair هاي تقريبا كل المهمات بتسوون جوا البيت في عندكم أربع مهمات المهمة الأولى بتكون تساووا Canvans الكنفاس هلا قبلكم من بتجيبوه و كرافت شيت ماتيريال تنتين تمام؟ المهمة الثانية بتكون تساووا الـ Construction Workbench حتى تبنو سرير الـ Pint Bed هلا كمان بخبركم هو السنجل بخبركم وينو وضع السرير بأي مكان واخر شي بتكون تناموا وتكمل معكم المهمات تبعية Go Repair طيب منبدأ أول شيء متل ما قدت لكم بس أرجع تأكد شو الـ Items اللي بدونيها هون بدك تساوي الـ Canvas بتكون تساوي الـ Sheet Materials تنتين الـ Canvas والـ Sheet Materials طبعا هدلون منروح على الماكينة تبعية الكرافتينج أو الماكينة بتروحوا على هاي اللي هون بتروحوا على Canvas بتساوي منها واحدة وبتروحوا على الـ Sheet Materials بتساوي منها تنتين متما ساويتوا هدلون التنتين أنا عندي هون وعندي يالا السرير بتروحوا على الـ Items هدلون الـ Interior بتروحوا على شيء اسمه Interior ومن هون بتساوي السرير مش هدا السرير بتكون تساوي السرير يلي هو PinBed Single لازم تساوي هذا السرير مش اي سرير تاني متما ساوتوا بيقلكم بالمهمة انه لازم تحطوا بالبيت عندكم أنا أوردي عندي ها مثل ما عدت لكم بقى راح أحطوهم بالـ Interior هذا هو الـ PainBed بس بتحطوا بتكونوا خلصتوا هيك تقريبا ثلاث مهمات والمهمة الأخيرة انكم تضغطوا هون وتناموا وبتكون خلصت معاكم المهمة تبعيت Go Repair بالشابتر الأول بيبقى عنا مهمات تانية بالشابتر الأول بالـ Story بالشابتر 1 خلصنا هاي وخلصنا هاي وخلصنا هاي بيبقى عنا آخر تنتين اللي هي Survival items ان شاء الله بساوي لكم ياها بمقطع قادم ان شاء الله هذا كان مقطعنا اليوم لا تنسوا الاشتراك واللايك يا شباب وأهلا وسهلا فيكم في Discord ونشوفكم ان شاء الله بمقطع قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا